جوزاف صادر مدير قسم المعلوماتية في مكاتب الميدال إيست خطف منذ خمس سنوات قرب مطار بيروت الدولي لم تطلب فدية ولم يسلم لجهاز أمني لم يجرى تحقيق جدي منذ ذلك الحين تفاعلت القضية مع وصول اللواء أشرف ريفي إلى وزارة العدل عائلة صادر التي زارت ريفي دعت كل القوى للعمل على كشف اللغز الكبير وهي التي تابعت وسطات كثيرة للإفراج عن مخطفين لم تشمل جوزاف صادر العائلة وبحسب المعطيات القديمة الجديدة تعرفوا أن خاطفي صادر دخلوا الضحية الجنوبية السيارة التي خطفت بابا هي بنتيجة نعرفت شو هي ثلاث أرقام من لوحة اللوحة تبعيتها للسيارة نعرفت بأي اعتجاه راحة كان فيه اتنين دركية معروف من هن لحقوا السيارة عرفوا كيف اتجهت السيارة السيارة التي كانت فايتة بأول الضحية الجنوبية على أول المدخل فيه شخصين مسلاحين نزلوا ووقفوا ثير الكوى الأمن وراها للسيارة اللواري في أكمل شرح المعطيات والتقديرات حول اختطاف صادر عندنا إنسان خطف من عائلته دون أي زمد في حدا أوحى بتهمة معينة يومتا أنا وضحت لكم بمجلس نويم أنه لا شبهة حول سلوكيات جوزيف صادر لا بالعمالة ولا بالجرائم ولا أي شبهة غير أخلاقية خطف جوزيف صادر حسب قول السيدة وحسب معطياتنا لإخلاق ليشغر الموقع اللي كان فيه ليحل محله شخص آخر بالشركة اللي كان فيها هاي تقديراتنا كلام ريفي يأتي على خلفية رواية سابقة كانت تحدثت عن أن صادر خطف بسبب زيارة شخص من أمريكا الجنوبية يدعى أندرو عائلة صادر في لبنان وقد مر على إسرائيل قبل وصوله ورافقه جوزيف في جولات في لبنان